في الإعلان الأخير ظهرت كيسيميسي وهي تساعدنا في الخروج من مصنع بلاي تايم كو ومواجهة التجربة الف ستة الذي حول المكان إلى كابوس المرعب لكن هل كنت تعلم أن هذه الدمية الزهرية لها دور أكبر مما كنت تتوقع في الشابتر الثالث فلا تنسى الإعلان الذي ظهرت فيه عندما تم نقلها إلى منطقة البلاي كير وحدثت كارثة غامضة أدت إلى موت جميع الموظفين حولها وهو نفس التاريخ الذي تبدأ فيه أحداث الجزء الأول أو دعني أقول كارثة مصنع بلاي تايم كو إذن ما هو دورها في الجزء الثالث ولماذا تقوم بمساعدتنا وما هي علاقتها بهقي وعودته المنتظرة كل هذا وأكثر سأقوم بتحدث عنه في هذا الفيديو لكن قبل أن أبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة الآن وتفعيل جرس التنبيهات حتى لا تفوتك النظريات والأصرار التي أكشفها في قناتي وبدون أن أطيل عليكم فربطوا الأحزمة وهي أن أبدأ في لعبة برجكت بلاي تايم تستطيع الحصول على وصف كامل لهذه الدمية الزهرية ونعرف من خلاله عن برنامج تحدثت عنه كثيرا برنامج المهم لدرجة كبيرة تكشف لنا كل شيء سيحصل في الشرطة الثالث ألا وهو برنامج الأجسام الكبيرة الذي تم تطويره من قبل العلماء لصنع محوش عملاقة تعمل دون توقف في المصنع وتبقى على قيد الحياة إلى الأبد المثير للهتمام هنا هو أن كيسي ميسي كانت جزءا من هذه الخطة وبدأ العلماء في صنع الدمى الخاصة بها في عام 1991 وهذا التاريخ يسبق الحدث المرعب الذي تمكن فيه هاقي من الهرب من المصنع والتسبب في مشكلة كبيرة أدت إلى موت الكثير من الموظفين وفقدان عدد كبير منهم بعدها بمدة قصيرة حصلنا على إعلان أكثر رعبا من قبل وعرفنا من خلاله الأحداث التي حصلت قبل اختفاء الموظفين في ظروف غامضة وغير معروفة وسيطرت الوحوش على كل شيء في مصنع بليتان كو في هذا المقطع نرى مجموعة من الموظفين يذهبون إلى مخزن المظلم وهناك نرى دمية كيسي ميسي تقف دون تحرك في الضرام بشكل مخيف ويقومون بنقلها من خلال القطار إلى منطقة البليكير التي رأيناها في الإعلان الأخير شيء مهم يجب عليك معرفته هو أن تاريخ هذه اللحظة هو 1995 وهو نفس تاريخ التحذير الذي رأيناه في إعلان الجزء الثالث على أي حال إذا أكملت مشاهدة المقطع ستلاحظ أن هناك شيء مرعبا سيحصل بعد فترة قصيرة وهذا بالفعل ما حدث عندما قام شيء مجهول بالقضاء عليهم جميعا بينما كيسي ميسي جالسة دون حركة وكأنها لم ترى أي شيء قد تظن أن هذا مجرد إعلان عادي لكنه في الحقيقة يغفل كثير من الأسرار والنظرية الغامضة التي لا يعرفها الكثيرون فعلى سبيل المثال نعرف تاريخ صنع الكثير من الدم المهمة التي لها علاقة كبيرة في القصة مثل بوبي التي تم تصنيعها في عام 1950 أو بوغي بوت في عام 1993 لكن التاريخ المهم الذي تريد أن تمعرفته عن مصنع بلاي تايم كو هو تاريخ حدوث الكارثة الكبرى التي أنهت المصنع بشكل كامل وسيطرت فيه الوحوش على كل شيء في الجزء الأول من لعبة بوبي بلاي تايم تستطيع إيجاد تسجيل لأحد العلماء يتكلم فيه عن التجربة 2006 والكارثة التي تسبب في حدوثها المثيل للاهتمام هنا هو أن هناك صراخ مرعب في هذا الشريط يشبهه بدرجة كبيرة الصراخ الذي ستسمعه في إعلان كيسي ميسي هذا يؤكد وبشكل تام أن الكارثة حدثت في عام 1995 وهو ما رأيناه في الإعلان الأخير على هذه الشاشة في تحذير للموظفين أن يغادروا المكان بأسرع وقت ممكن بعدما خرجت الوحوش المتعطشة للدماء عن السيطرة لكن من هو العقل المدبر؟ ورأى هذه الخطة المحكمة للسيطرة على كل شيء نعم هذا صحيح إنه التجربة 2006 الذي كان يتحكم بالدماء جميعا مثل هاقي واقي عندما رأيناه في لعبة برجك بلاي تايم وليس هذا فقط بل تمكن البروتو تايب من تهكير الأشرطة المسجلة والتي تستطيع مشاهدتها في الجزء أولي والثاني وقام بكتابة نص باللون الأحمر في محاولة منه للتواصل مع الموظفين وبالطبع للتواصل مع كأنت بهذا تمكن التجربة 2006 من السيطرة على الوحوش والدماء بالإضافة إلى الموظفين أيضا هذا يجعلك تذكر العبارة الموجودة على الجدار والتي تقول اقتربت ساعة الفرح ساعة الفرح هذه بالنسبة للتجربة 2006 هي السيطرة على كل شيء لكن لماذا؟ لأنه وببساطة إليتود وإجمالك المصنع الذي يريد تحقيق هدفه المنشود في تحرير الأطفال من كابوسهم المرعب وشر التجارب الخطيرة بعدما تعرض للخيانة من زملائه السابقين ليث بير وهارلي سوير هذه الدماء التي تراها في كل مكان هي مجرد أطفال صغار تعرضوا إلى التجارب التي تحدثنا عنها كثيرا وهنا يأتي التجربة 2006 لتحريرهم ونشر السعادة بينهم بعد مدة طويلة من الأعذاب لكن من قام بالقضاء على الموظفين عند قيامهم بنقل كيسي ميسي على القطار ولماذا فعل ذلك؟ الكثير قال أن كيسي ميسي شريرة في ذلك الوقت وهي من فعلت ذلك والدليل هو أسنانها الحادة التي تستطيع رؤيتها في الجزء الثاني من خلال الكاميرا الحرة بالإضافة إلى جسدها الملطخ بالدماء بعدما قامت بجريمتها لكن هذه النظرية يوجد فيها خلال كبير فإذا نظرت جيدا سستطيع ملاحظة أن هناك أثارا لمخالب حادة تحت جسد الدمية الزهرية والشيء الوحيد في مصنع بليتام كو الذي يمتلك مثل هذه المخالب هو التجربة 2006 فكيف استطاع ضرب هذه المنطقة على الرغم من وجود كيسي ميسي على القطار؟ الجواب هو أنها غادرت القطار بعدما أمرها التجربة الفستة بفعل ذلك حتى يتمكن من مهاجمة الموظفين الذين قاموا بربطها في القطار وبعدما تمكن من التخلص منهم جميعا عادت إلى مكانها وكأن شيئا لم يكن لكن من هي كيسي ميسي؟ وكيف وصلت إلى مصنع بليتام كو وتحولت إلى هذه الدمية الكبيرة؟ وهل هي من أحد الأطفال الأيتام؟ أم أنها من الموظفين السابقين؟ في أحد التقارير التي تجدها في الجزء الثاني نعرف أن هناك الكثير من الدماء التي تم رفضها مثل هذا الفرن أو حتى ديازي الزهرة البيضاء لكن المثير للاهتمام هنا هو أن هناك موظفة تدعى باتي هول لا نعرف عنها أي شيء ولم تظهر بشكل واضح في حدث مهم وفي يوم من الأيام نشرت الشركة المطورة سلسلة من الفيديوهات تتحدث عن شخص يدعى رونستول وهو أحد الموظفين في مصنع بليتام كو الذي اكتشف أن هناك خطط شريرة تحصر في الخفاء وأن العلماء يقومون بتجارب بشعة أدت الاختفاء الأيتامي في منطقة اللعب لذا قام بنشر تقرير مهم جدا كشف لنا الكثير من الأشياء التي أردنا معرفتها في ذلك الوقت عن قصة اللعبة الغامضة وهنا تبدأ هوية كيسيميسي بالظهور شيئا فشيئا حيث نجد رسالة تأديبية من الإدارة في المصنع تم إرسالها إلى باتي هول لقيامها بتخريب الكثير من الدماء وتعطي لها أهلة الدهام وبسبب هذا تسببت بخسارة كبيرة لمصنع بليتان كو الذي اضطر إلى التخلص من الكثير من الدماء التي لم تعد صالحة للبيع أو التصليح الرسالة تقول أن باتي هول فعلت هذا عمدا لكي تصب بضرر المصنع بعدما عرفت حقيقته المظلمة المرعب في الأمر هنا هو أن في نهاية الرسالة يقول المدير أن هناك إجراءات تأديبية ستحصل لها بسبب ما فعلته في ذلك اليوم حيث تم إرسالها إلى مخزن تحت الأرض لكي تحصل على تعليماتها الجديدة وهذه الرسالة تم توقعها من العالم الشرير والعقل المدبر لبرنامج الأجسام الكبيرة هارلي سوير الذي قام بإنشاء بوكسيبو وهو الوحش الرئيسي في برجك لي تايم لا تنسى أن هذا كله حصل في عام 1991 بعد أربع سنوات تحديدا في عام 1995 نذهب إلى ذلك المخزن مرة أخرى لنكتشف أنه فارغ تماما ولا يوجد فيه إلا دمى ميتة ومرطخة بالدماء مثل دميتمومي لونغليكس بينما تقف كيسيميسي دون حركة في الضرام قبل أن يقوم الموظفين بإخراجها من المخزن هل هذا يعني أنها هي باتي هول الموظفة التي كرهت العلماء في مصنع بليتام كو وحاولت تدمير الدماء والألات لكي توقف الخطط الشريرة في تحويل الليتام إلى وحوش الأملاقة وعندما اكتشف هارلي سوير ذلك قام بإدخالها إلى برنامج الأجسام الكبيرة لتحويلها إلى دمية زهرية تعمل في المصنع دون توقف ووظيفتها حماية الأطفال في منطقة البليكير كما كانت تفعل مومي لونغليكس عندما رأيناها تراقب الأطفال في منطقة الاختبارات الثلاث وهذا هو السبب الذي جعلها تساعدنا في فتح الباب في الجزء الثاني ومساعدتنا في الشرطة الثالث بالتعاون مع بوبي كما رأينا في الإعلان الأخير ما هو رأيك في هذه النظرية؟ وهل هناك معلومات لم تذكرها في الفيديو؟ شاركنا في التعليقات الآن لأنني أقوم القراءة جميع تعليقاتكم ونظرياتكم شكرا لكم وراكم قريبا شكرا لكم